أهل الليلة النهاردة فيه 3 فقرات أو يوميا فيه 3 فقرات الفقرة الأولى هتكون مع الأخبار والفقرة الثانية هتكون ضيفي فيها دكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وهذا اللقاء هام جدا لكل الرياضيين وغير الرياضيين بالمناسبة لأن احنا هنتكلم فيه عن الكورونا وكيفية تفادي الإصابة فيه إن شاء رب العالمين إن شاء الله ما تخشش مصر الحمد لله لسه ما فيش حالات مسجلة رسميا دخولها لمصر إن شاء الله رب العالمين ما تخشش الفترة اللي جاي الفقرة الثالثة هتكون مع المميز محمد سعيد زميلي وهيصلي فيها الكابتن شريف عبد المنعم وكون فقرة قروية هامة جدا بعد مباراة الأهلي والمصري واللي بنسخم بقى حشان رحل المباراة السوبر يوم الخميس القادم إن شاء الله يوم عشرين مباراة بقى كانت مباراة مهمة جدا للنادي الأهل مباراة مهمة تكتيكيا كمان قبل الأداء لأنه حصل فيها متغيرات كتيرة وكبيرة جدا بس فيها فوائد كبيرة وكتيرة جدا أولها طبعا الفوز المتتالي رقم 15 في الدوري العام والفوز رقم 17 توتل المتتالي مع فيلر 17 فوز متتالي في كل البطلات و15 فوز في الدوري العام واللي بنعادل به رقم حسام البدري اللي حصل في موسم 2017-2018 لما حسام البدري فاز فيه 16 مباراة في الدوري زائد مباراة خارج الدوري تاني حاجة وأهم حاجة والإيجابيات كتيرة جدا المباراة بتاعة المباراة ثلاث لعبين كان عندهم انذارات معلول وأيمن أشرف المهم إن إحنا ما طلعناش بأي غياب الفترة دي ولا غياب طلع وده كان مهم جدا في هذه المباراة إن إحنا نخرج لإصابة الحمد لله ما حصلش إصابات ولا غيابات بسبب الإنذار التاني تالت حاجة وأهم حاجة ظروف المطش مبارح تكتكان اللي اتفرج عليها كان فيها شغل كبير وهائل جدا خصوصا مثلا من أجايين على سبيل المثال كل لعب دور مهم جوة المباراة لكن مثلا نتكلم على أجايين مبارح أجايين مبارح لعب في ثلاث مراكز مختلفة بحسب سير المباراة بدأ طبعا المباراة كجناح ثم بعد التغيير الأول نزل مكان وليد سليمان وفي نهاية المباراة لعب كان مهاجم وكان مؤثر جدا برضو من الحاجات المهمة جدا مبارح الفوز ده الفوز التاني 3-0 الفوز التاني 3-0 طبعا المباراة اللي قبلها كانت الجيش تضايع الجيش بتلت أهداف مقابل طبعا مقابل دون أهداف وده الفوز التاني 3-0 من الحاجات الهمة جدا ضربة الجزاء دي اللي انتوا شايفينها قدامكم التاميرا بقى جات من اين؟ من ديانج ثم أجاية لسليمان وراحت لعلي معلول نفس التركيبة دي هتشوفوها في المباراة اللي فاتت ودي حاجة مهمة جدا 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 انه ده شغل مدير فني شغل فيه شغل كورة حاصل في الملعب شغل كبير رجع الفريق بعد ضربة الجزاء ولعبت وقفت والغرض من المباراة انه برضو مخرجش بإنذارات وفيه حاجة مهمة جدا للي بيتكلمه مثلا على انه الأداء التباين للأداء نجي لقدامكم كانت مرتفعة بعض الشيء فدي تأثر على الأداء الخوف من الإنذارات الخوف من الإصابات قبل معمع من المباريات القادمة من أهم المكاسب برضو مبارح كهربا كهربا الفولت الحقيقي بدأ يطلع مع النادي الأهل ما شاء الله صناعة وتسجيل في مباراة هامة جدا وكأنه يعني قبل مباراة الأهل زمالك بيقول أنا موجود أنا أهو تغييرت تغييره كمان جوه المباراة تغييرت متولي مبارح فيه كتير استغربوها لكن استعادت نص الملعب بعد فترة التباين في الأداء كلنا قلنا فايلر شايف المباراة كويس وقاري المباراة كويس من الحاجات المهمة جدا مبارح أنه التغييرات عملت طبعا إحنا كنا كاسبين 1-0 وحصل تباين بعض الشيء في الأداء بعد كده التغييرات فايلر وقفشة كمان غياب قفشة لما يكون مش موجود وانت شايف بتعمل تغييرات وبتمسك نص الملعب وبترجع تمسك نص الملعب بأي لعبة موجودة دي من أهم الإيجابيات مبارح كمان في حاجات كتير جدا إيجابيات وزي ما انتو شايفين المباراة بتاعت المصر مبارح إيجابيات كتير جدا إنه الفريق هو النجم مش واحد بس يعني أجيه لما لعب جناح ورجع نص الملعب مفيش كل الفريق كل لاعب في الملعب هو النجم واجي باعة لديانجل حتة من قلبي أنا وحتة من قلب الجمهور واحد ما شاء الله معلم في نص الملعب ماسك الملعب قدام وورا ده من اللعيبة من اللعيبة يعني يدبني عليها فرقة من اللعيبة المصمار في نص الملعب قدام وورا دفاع وهجوم ما شاء الله ما شاء الله عليه ديانجل حاجة خامة كبيرة جدا وكل مباراة عن أخرى بيتطور لقدام لسه الجهاز الفني بيشتغل مع اللعيبة وإنه كل مباراة في الدوري أو في أي بطولة كل مباراة بيبقى لها ظروفها ومتطلباتها في الفترة اللي جاية لازم ناخد كل خطوة على حدة وإحنا راحين في سلسلة مباراة صعبة صعبة جدا صعوبتها بتيجي من أن فترة انكماش المباراة وضغط المباراة نطلع من هنا على السوبر والسوبر في صفر ثم نرجع تاني نرجع بعد كده على أهل والزمالك بعدها باربعة أيام ثم مباراة سانداونز الزهاب والعودة في خلال أسبوع فترة ضغط المباراة دي بتخلي الجهاز الفاني زي ما أنتم شايفين بيعمل تدوير للعيبة بشكل ممتاز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نقدر نمسك الخشب نمسك الخشب واحدة بنتكلم على هذا الرجل لأنه بيعمل تدوير وبيشتغل على الحاجات دي من زمان يعني هو ما جاش دلوقتي حالا وفوجة إنه في ضغط المباراة فابتدي تدوير من دلوقتي ولو ابتدى من دلوقتي هنكون يعني مش هيقدر يعمل التدوير بشكله لكن هو بادئ من بدري درجة إنه في بعض الأحيان هنشوف فايلر على رأي ميمي الشيربيني لما كان بيقول يا طرم خبلنا إيه في جرابك النهاردة يا فايلر كل مباراة كل جمهور النادي الأهلي بيقول هذا الكلام لأنه مستني اللمسة والحاجة اللي هيلعبها فايلر النهاردة وصلت إنه بقى عند الجمهور ثقة في كل حاجة بيعملها فايلر حتى مع التباين عارف إنه هيرجع فايلر هيعمل حاجة في نص الملعب أو هيعمل حاجة في التشكيلة أو جوه الملعب بتغييرة معينة جوه الملعب زي ما حصل مع أكتر من لعب مباراة بيرجع شكل المباراة وشكل الفريق قدام الفريق يقدر يمسك الملعب في أي وقت زي ما احنا شفنا في نهاية المباراة والرتم التصعودي زي ما فيه رتم التصعودي في المباراة في رتم تصعودي في قلب المباراة نفسها يعني بتقدر تتحكم في رتم المباراة تقدر تتحكم في رتم المباراة ذات نفسها تقدر تعلي وتنزل الرتم في أي وقت في أي وقت من المباراة بتقدر تمسك الرتم بتاع المباراة زي ما قلت لكم إيجابيات كبيرة جدا جدا مباراة الأهل والمصري وده تاني فوز بالتلاتة صفر وده الفوز الأول تلاتة صفر على المصري بعد سلسلة من المباراة اللي بنفوز عليه على المصري بنتيجة هدفين فقط انبارح فوزنا عليه للمرة الأولى بعد فترة المباراة تلاتة صفر كمان في الإيجابيات بتاعت مباراة أمس انك انت برضو بتمشي ان شاء الله راحين على الرقم بقيلنا مبارتين فقط الزمالك ثم سموحة ونقصر الرقم المتتالي في عدد مباراة الفوز الرقم الأول احنا خلاص عادلنا رقم حسام البدري والمباراة القادمة خلاص بنقصر رقم حسام البدري اللي حصل في 2017-2018 في موسم 2004 في الولاية التانية المانويل جوزيه النادي الأهلي فاز في 17 مباراة متتالية وهي أهمية الأرقام دي؟ أهمية الأرقام لما تكون انت فايز ومتربع عرش الدوري بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيك انك تخلق دوافع للعبتك انها تكمل في هذه الانتصارات مهم جدا هذه السلسلة من الانتصارات يعني انك تفضل على نفس الرتم وعلى نفس الإقاع وتكمل دي دوافع وخلق الدوافع اللعيبي كرة القدم مهمة جدا 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 انك تكمل على نفس الرتم ونفس النسق يعني ما يجيلكش انك انت فايز خلاص فرق بينك وبين الـ 12 نقطة بيوصل لـ 15 نقطة مع المركز الثاني المأولين فدي دوافع عشان تقدر تكمل بنفس النسق ونفس الشكل بتاع المباراة طيب عايزين بقى نروح لنقطة مهمة جدا واحنا داخلين عليها في نقطة ضغط المباراة اللي جايب والنقطة الاهم اللي بتشغل بالي الجماهير نقطة بتشغل بالي الجماهير في الفترة القادمة وهي نقطة مباراة ملعب الزهاب لمباراة الاهلي وصان داونز مباراة الاهلي وصان داونز الى الان الى الان او المتفق عليه انه هي